عندنا اخبار كتيرة بس برضو مازلت مهتم بفكرة ما يحدث في الامارات حتى الان لعيبة نادي الزمالك محبوسة لعيبة الزمالك رجعت من غير زمالها ومن غير مدير الكورة لغاية دلوقتي هناك محاولات لان نخلي القضية تبقى النهاردة تبقى بكرة لكن لغاية دلوقتي مفيش اي استجابة وان قضية اللعيبة هتكون يوم الثلاثة اللي جاي باذن الله الظهر ان شاء الله الموضوع ينتهي على خير واللعيبة ترجع بلدها يعني طبعا موضوع صعب جدا 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 وصعب على مرات عبدالواحد واولاده صعب على عائلة مصطفى شلبي صعب على عائلة دونجا واسرته الموضوع صعب يعني اول مرة في حياتهم يعودوا عشر تيام في السجن ويكون ممنوع عنهم الموبايلات وما بيتوصلوش مع اهليهم وكل ده بسبب مباراة قرة قدم يعني فاحنا متابعين وان شاء الله باذن الله خلال يومين يكون الحكم الاخير ويعودوا حتى لو بالترحيل حتى لو منع من دخول دول الخليج لمدة 3 سنوات ولا خمس سنوات مش دي القصة المهم يرجعوا الاهليهم وزويهم ورجعوا الناديهم ويتعلموا من اللي فات وبرضو احنا نفهم يعني ايه قوانين بلد اخرى لابد ان الجميع يحترمها خدوا بالكم كمان نادي الزمالك طالع بقرار وزاري يعني صاحب اتقال كده جماعة قرار وزاري وبالتالي هم بيعتبروا دبلوماسيين الموضوع وبالتالي لازم يلتزموا بقواعد الدبلوماسية وقواعد وقوانين البلد وبرضو في نفس الوقت لازم يعملوا معاملة حسنة يعني في النهاية القضية كبيرة بالسهلة والكلام فيها صعب نتكلم كتير لكن اللي احنا بنأمله ان لعبة الزمالك ترجع لان في 60 دهية الكورة وفي 60 دهية اي حاجة قد ما اولادنا المصريين لعبة الكورة نجوم المنتخب نجوم الزمالك يرجعوا الوطنهم والبلدهم سالمين باذن الله ويتعلموا من اخطاقهم ونستفيد من التجارب الصعبة اللي بنمر بيها او اللي هم مروا بيها باذن الله